نظام المقررات، نظام الموديول، نظام الكورسات والنظام السنوي رح نتحدث بهذا الفيديو عن هذه الأنظمة نتابع الفيديو مساء النور شباب و بناتك و لقائي تابعوني بهذا الفيديو مثل ما شفنا بمقدمة هذا الفيديو رح نتحدث عن أنظمة الجامعات هذا الفيديو رح يكون من خمس فقرات الفقر الأولى رح نتحدث فيها عن النظام السنوي النظام السنوي هو ببساطة النظام نفسه اللي متبع بالمدارس والعدادية مدارس بشكل عام المدارس تعتمد أنه منهج أنت رح تدرسه لمدة سنة كاملة مثلا الرياضيات، الأحياء خلنا أخذها مثلا على السادس علمي الرياضيات أنه لمدة سنة كاملة أنه أنت رح تدرس هذا المنهج أكو منهج محدد لمدة سنة أكو عندك امتحانات الفصل الأول متمثلة بالشهر الأول والشهر الثاني امتحان الفصل الثاني امتحانات الفصل الثاني ترثلة بالشهر الأول والشهر الثاني من الفصل الثاني عندك أكيد أكو شيء اسمه نص سنة نص سنة بهذا المعنى وأكو آخر سنة هذا النظام السنوي بشكل مبسط أنه كلنا نعرفه فهذا النظام متبع متبع بالمدارس وأيضا متبع ببعض الجامعات وبعض القليات حاليا أو كانت صراحة السنة الماضية الآن ممكن نتحدث على المقرارات يعني مو كل الجامعات قاعد نتحدث على المقرارات ولكن أنه هذا النظام نفسه متبع بالكثير من الكليات كليات العراقية منها مثلا كلية الآداب كانوا السنة الفاتت أنه طبقوا النظام السنوي وهموا كانوا مستمرين على النظام السنوي يعني من سنوات منها أنه كلية الآداب هذا هو النظام السنوي ببساطة وما محتاج أكثر من هذا الكلام الفقرة الثانية راح نتحدث فيها عن نظام الكورسات نظام الكورسات ببساطة وهو شبيه بالنظام السنوي مجرد أنه راح نقلص المدة ونخليها كورس واحد شون يعني؟ يعني أنه إحنا عدنا منهج معين مثلا أنه خلنا نفرض أنه مناهج معينة وممثلا هي شنية المناهج أدي مادة A و B و C و D هذه راح أخذها بالسيمستر الأول المواد E F G H راح أخذها بالسيمستر الثاني المواد السيمستر الأول هي L B C D هذه راح تكون فقط بالسيمستر الأول ورح أعملها كمنهج ويعني هي منهج أساسا هي مواد منهجية يعني ورح يكون أكو امتحانات أكو شيء اسمه mid term أنه بنصف الكورس أنه نمتحن بميد term يعني يماثل نصف السنة يعني إذا وسعنا المدة على نظام السنة فهو باختصار أنه إحنا راح نقلص المدة نخليها بدل أن تكون نظام السنة ونخليها نظام كورسات على مستوى كورس واحد نأخذ أربع مواد فقط بدل أن كانت ثمانية مثلا نأخذ أربع مواد بكل كورس نكملها تماما ونمتحن بها final بحث أنه أنا لمن أنتقل للكورس الثاني انتهى تماما انتهى تماما أنه أي علاقة أي ارتباط عندي بالكورس الأول انتهى نجحت بها يعني خلاص انتهى هاي الفكرة من الكورس الثاني أبلش شي جديد وكأنه سنة جديدة بهذا المعنى هاي كل فكرة نظام الكورسات ما بيتفاصيل أكثر كل مادة راح تعامل على حدة كل مادة مثل النظام السنوي إلها امتحان واحد إلها درجات واحد إلها تعامل خاص بها وحدة هذا هو نظام الكورسات سمي نظام الكورسات لأدنوه على كورس واحد واللي قبل سمي النظام السنوي لأنه المنهج على السنة كاملة كتاب على سنة كاملة بينما الكورس سيكون الكتاب على كورس واحد فقط فترة زمنية متمثلة بكورس واحد فقط هذا هو نظام الكورسات الفقرة الثالثة راح نتحدث فيها عن نظام الموديول نظام الموديول الآن راح يطول الحديث شوي يعني نظام النظام الموديول لأنه ببساطة أكو فكرة مهمة نظام الموديول متبع الآن بكليات الطرف فقط بما يخص العراق فمتبع بكليات الطرف فقط نظام الموديول أكو بفكرة أساسية أكو جوهر أساسي بنظام الموديول طبعاً أنا تحدث عن نظام الموديول سابقاً وعملياً أنه طبقته بشكل عملي ومحاضراتي تقريباً أنه على هذه القناة تكون على نظام الموديول أحاول أنه أطبق بها نظام الموديول ولكن مع ذلك أنه من اللطيف أنه أشير إلى بهذه الطريقة اللي رح أتحدثها الآن فكرة نظام الموديول شنو الموديول كلمة موديول جاية من موديوليشن أو موديوليشن جاية من موديول موديوليشن شنو موديول شنو ولي رح يوصنا للإنتيجريشن شنو ذاتني المفاهيم الموديول هو عبارة عن كمية معينة يعني مثلا أقول أنه أنا أريد أساوي modulation شنو معنات modulation يعني أريد أجزء أجزء فات كمية معينة أريد أجزء كمية معينة كل كمية رح سميها module هم ما فهمنا يعني أنا عندي كمية معينة من شي معين رح أساوي لها modulation شنو معنات modulation يعني رح أجزء كل جزء من عندها رح يكون عبارة عن module هم ما فهمنا بنظام الكورسات والنظام السنوي الأنظمة اللي معتمدة كانت بكليات الطب قديما قبل أن يجي الموديول كانوا يعتمدون شنو أنا أدرس الأناتومي مال الجسم كله الأناتومي مال الجسم كله أبضرف فترة زمنية بضرف فترة زمنية معينة أدرس أنا الأناتومي كله دفعة واحدة بهذا المعنى هنان اللي رح يصير شنو أنه أنا رح أدرس الهد النك الأبرلم واللاورلم أدرس أجزاء الجسم كلهن دفعة واحدة وبعدها أنه رح أدرس الفيزيولوجي بعدها أنه أدرس الباثولوجي بعدها أدرس الفارماكولوجي بعدها أدخل بالأمور السريرية هذا بالسنة الرابعة أو الخامسة حسب كل جامعة وإلى نظامها ولكن الفكرة أنه أنا درست دفعة وحدة الأناتومي دفعة وحدة الأناتومي مال الجسم بكثير من التفاصيل يعني نلطي مثال أكو مصدر مور اللي هو للطلاب يعني عبارة عن ما يقرب الألف صفحة فألف صفحة من الأناتومي اللي هو حفظ مصطلحات وحفظ تراكيب الجسم بشكل دقيق أنه أنا أخذها بدوره في سنة واحدة مثلا أو ثلاث سمسترات أو سمستر واحد أو أين يكون أخذها بفترة زمنية معينة ويجب أنه أنا أميز ما بين كل عضو عن الآخر وأميز بشكل يعني بشكل كبير لأنه أنا أدي امتحان بالنهاية به هاي النظام المتبع سابقا جوا طبعا خبراء واللي هما يوضعون المناهج ويوضعون الخطط الدراسية أكيد معرب جوا قالوا أنه إحنا رح نقسم سوي له هو كبير من المعلومات كمية كبيرة دع مرغنا سوي له yup حتى نسطيها بشكل دفعات فشنا لسوّه؟ قالوا أنه إحنا بدلا أن اخذ الأنااتومي دفع واحدة والفيزيولوجي دفع واحدة والباتولوجي دفع واحدة والفرماكولوجي دفع واحدة من العلوم الطبية إحنا رح نجزها شون يعني رح نجزها؟ يعني قالوا أنه مثلا رح نخذ عن القلب الكارديوفسكيلر سيستم هذا الكارديوفسكيلر سيستم system CVS احنا رح ناخذه بشكل موديول نسوي هو كل موديول هذا الموديول او هو خلنقول الموديول شنو هسه عبارة عن ملف اوكي عبارة عن ملف رح نخلي بي anatomie عن CVS cardiovascular system و رح نخلي histology cardiovascular system و رح نخلي physiology و رح نخلي ايضا biochemistry حنخلي pathology رح نخلي pharmacology رح نخلي embryology و رح نخلي ايضا clinical مثلا رح نخلي ECG كله و شون نقرأ ECG و شون نفهم ECG و شون ناخذ ECG مثلا للمريض ناخذ فكرة عن هاي الامور هذا كل ملف ملف فيتي خلينا سميناه module CVS او module cardiovascular system بهذا المعنى هذا الموديول شنو اللي رح يصير بي رح يصير فكرة متكاملة عن cardiovascular system اهنانا حققنا الانتغريشن الانتغريشن هو شنو بالضبط الانتغريشن انه انت عن CVS عن cardiovascular system صار انتك فكرة عن الاناتومي ما انت اناتومي ما انت تخدت بشكل كامل يعني فيزيولوجي خدت بشكل كامل pathology خدت بشكل كامل pharmacology انت خدت بشكل كامل فصرت انت دكتور نظري دكتور نظري و شوية عملي اوكي بال CVS بظرف اقل من سمستر بظرف مدة زمنية معينة اللي هي ممكن تكون اه مثلا ثمان اسابيع او سبع اسابيع حسب هذا جدول الجامعة دخلي schedule خاص بكل جامعة فبالنهاية انت صرت دكتور بهذا CVS اوكي بينما بالنظام القديم شنو صار صار انت هذا الموديول اللي هو CVS انت تاخذ بشكل جزئي بسنة اولى بشكل جزئي بسنة عين بشكل جزئي بسنة ثلاثة بشكل جزئي بسنة رابعة بشكل جزئي ممكن توصل السنة خمسة وجوز توصل السنة سادسة يالله تكامل بينما طالب السنة اولى رح يجي انه بظرف 8 7 اسابيع 10 سمستر بالكثير سمستر انه اخذ كل المعلومات عن CVS دفعة واحدة فصارت كاملة عند الفكرة اناتومي عنده فيزيولوجي عنده فاثولوجي عنده فارماكولوجي عنده يعني كل الافكار جمعها عن CVS فصار هذا هو الانتغريشن ففكرة نظام الموديول اجت حتى تحقق الانتغريشن فاحنا مننقول انه نظام الموديول امتحاناته صعبة نظام الموديول صعب نظام الموديول انه ما بي امتحانات ما بي كذا انه هاي مو جوهر نظام الموديول هذا مو الجوهر الجوهر الاساسي بالنظام الموديول هو لعمل الانتغريشن انه يكامل الفكرة يكامل لك يحق أي كامل يطيق صورة كاملة عن مادة معينة أو عن موضوع معين فعندنا موديول الـ CVS موديول الـ Respiratory System موديول الجهاز التنفسي الـ CVS هو القلب والأوعية الدموية عدنا موديول كامل عن الأورلم والأورلم مثلا موديول نسمي المسكلاسكيلتان أو الـ Locomotor System حسب كل يسمون تسمية مختلفة فبهذه الطريقة فصار عندنا كل مادة إليها موديول خاص بيها كل مادة يعني شنو قصدي كل سيستم كل جزء من الجسم إلى مادة خاصة بي احنا ناخذ عنا كل شيء نتومي فيسيولوجي هستولوجي باثولوجي فرماكولوجي امبريولوجي كل ذني ناخذهم دفع واحدة فتحقق عندي الـ Integration وهو هذا جوهر نظام الموديول أما نظام الامتحانات وشن تمتحن الجامعة حسب نظام الموديول فهذا يختلف من جامعة إلى أخرى ولكن لما أنا أريد من هذا الفيديو أنه لما نسمع كلمة موديول أن نكون فاهمين أنه أنا رح أحقق الـ Integration الـ Integration رح يخليني أقوى من ناحية الدراسة لما أنه أكون أنا عارف كل شيء عن الـ CVS من ناحية أنتومي فيسيولوجي وكل هاي الأمور فأكيد رح أحفظه أسهل أكيد رح أفهمه أسهل وأكيد رح تكون عندي الـ Whole Story الـ Whole Story يعني القصة كاملة فعن لما أتحدث لك بالقصة كاملة أفضل من أنه أقول لك كل شوية جزء أكيد لما أقول لك كل شوية جزء أكيد رح تنسى القصة بعد يعني إذا أنا أجزئ لك قصة الـ CVS على فكرة مو مادة كلش كبيرة على فكرة يعني أنه متواضعة تعتبر يعني إلى حد المعنى صراحة أشوفه متواضعة مقارنة يعني بالبقية فعموما أنه هاي المعنى يعني أقصد متواضعة على أنه أخليها على مدى خمس سنوات فعني إذا أخلي القصة أقول لك إياها على مدى خمس سنوات أكيد رح تنساها فهي هاي فكرة نظام الموديول أجه حتى يحقق الـ Integration Integration كم مرة أدناها بالفيديو يمكن أن أشعر المرة المهم بهذا المعنى هذا كان كل شيء عن نظام الموديول هاي الفكرة الأساسية اللي لازم تكون برأسنا لما نسمع واحد يقول نظام موديول الفقر الرابع رح تكون عن نظام المقررات ببساطة شنو هو نظام المقررات أنا عندي تخصص معين مثل الطب أنا حتى أطيت شهادة الطب أنت لازم تكون دارس نفرض جدلا أشر مواد أشر مواد فقط حتى أني أعطيك شهادة بيكالوريوس بالطب اللي هو الـ General Physician General Physician هي الشهادة أو هو اللقب العلمي اللي حصل عليه الطبيب الحاصل على بيكالوريوس بالطب بهذا المعنى General Physician يعني طبيب عام بهذا المعنى فهذه المواد العشرة أنت تدرسها بسنة تدرسها بسنتين طبعا هو ماكو سنة بس أنه تدرسها مثلا الميليمام خمس سنوات المكسيمام سبع سنوات بهذا المعنى أنا اللي يهمني ما يهمني أنه أنت كم سنة راح تقضي بهذه العشر مواد أنا اللي يهمني أنه أنت خلصت هاي العشر مواد أنا مجرد أنه تتخلصها أنا راح أطيك شهادة بالطب العام هاي فكرة نظام المقررات لهذا السبب راح يختفي مفهوم أنه أنا سنة أولى أنا سنة ثانية أنا سنة ثالثة ما راح أذكر آني شنو يا سنة حتى يفهمون أنه أنا شنو دارس ذا أنه أنا ما راح يسئلوني راح يسئلوني أنه أنت شنو دارس أقول لهم أنه دارس المادة A B C بهذا المعنى راح أذكر لهم شنو المواد اللي يدارسها حتى يعرفون أنه أنا شنو مستهاية العلمي طبعا داخل كلية الطب هذا لأنه ما حد رأي فهم أنه أنت شنو الدارس كلية الطب بهذا المعنى فرح يختفي مفهوم سنة أولى سنة ثانية إلى آخر عزيزي مواليد 2001 2002 2003 صحيح أنه بعد ماكو فكرة سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة بس يبقى مواليد 2000 مواليد 2000 يبقى 2001 2001 يبقى 2002 2002 طبعا تحية لمواليد 2000 ولكن هو كل الفكرة أنه حبيت أشير إلى أنه ماكو بعد سنة أولى أكو أنه أنت عندك CV CV شنو يعني أنه أنه أنت أو بروفايل أو بورتفوليو أنه أنت شنو اللي دارسة يعني شنو اللي دارسة هو هذا وهذا بشكل مختصر الآن ندخل بمميزات وسلبيات نظام المقرارات رح أذكر المميزات وسلبيات بشكل عشوائي ولكن هي كلها رح تكون بباب المميزات وسلبيات أول مميزة لنظام المقرارات هو ت 새로وتي يعني أنه مثلا وحدة بين الأمور أنه أنا أختار الدكتور اللي أدرس عنده مثلا أدنى مثلا مادة معينةلمين الي هいう CVS يدرسها الدكتور الفلاني والدكاتور الفلاني والدكتور الفلاني والدكتور الفلاني لا اقل شي لازم يكون اثنين ممكن يكون ثلاثا يعني حسب كانيات الجامعة ولكن أقل الشيء لازم يكون اثنين هسا النظام مقررت فأنه ذول الاثنين مثلا الأول يضطي من مثلا دكتور أحمد يضطي من الساعة ثمانية للساعة عشرة دكتور أسعد يضطي من الساعة عشرة للساعة اثناش دكتور الرزيقة تضطي من الساعة اثناش للساعة ثمتين بهذا المعنى فهو هذا هذه الدكاتر الموجودين أنا ما يعجبني أحضر الدكتور الرزيقة يجبني أحضر الدكتور أسعد تكون سعيد بهذا المعنى فأني اللي أختار أنا دكتور أريد أحضر شو رح يحددون أنه أنا غائب ولا حاضر أنه هو اللي رحي همهم هذا الدكتور حضر محاضرة السي في اس اللي كانت يوم الثلاثة ولا لا سجل اسمه بالحضور بأحد المحاضرات اللي قطت ولا لا سجل اسمه خلاص هو حاضر ما رح يكون مرتبط بدكتور معين ممكن أنا بيوم معين حضرت مع هذا الدكتور بيوم ثاني كنت نايمة أخذتني النومة حضرت مع دكتور ثاني بهذا المعنى يعني فكرتني هاي الفلكسبوليتي اللي يطيها بما يخص حضوري اليومي أيضا من الفلكسبوليتي اللي رح يطينيها إنه أنا أحدد عدد المواد اللي أدرسها مثلا إنه أنا أجي للسمستر الثالث مثلا السمستر الثالث إنه أنا أريد أدرس الـ CVS والكارليوفسكولر سيستم واللورسبايري سيستم وإلى آخره أنا أريد أدرس ذدني المواد الأربعة بسمستر واحد أنا أحدد هذا الشيء بالسمستر الرابع مثلا أنا كنت مجغول وعندي مشروع سفر ما أريد أدرسه هواي هذا السمستر فرح أدرس المادة كذا والمادة كذا والمادة كذا فنجي بعدين إنه للسمستر الرابع إنه أنا أكون مجغول عندي مشروع سفر بهذا السمستر فإنه رح أدرس مادة واحدة فقط أو ممكن ما أدرس أنا أدرس ثلاث مواد بالسمستر الثالث فممكن أدرس مادة واحدة فقط وممكن ما أدرس أصلا هذا شيء أنا أحدده فأني اللي أحدد عدد الدروس عدد الدروس أنا أحددهن وهنا اللي أختار وقتهم بهذا المعنى فهي من الفلكسبوليتي اللي يطينيها نظام المقررات أيضا من الفلكسبوليتي اللي يطينيها نظام المقررات إنه ممكن أدرس كورس صيفي كورس بالصيف إنه أنا أريد أدرس كورس صيفي بالصيف إنه أو خلو نقول إنه أنا السنة الجاية ما أريد أثعب نفسي كلش فأريد أمشي بطريقة هادة لطيفة فأريد أدرس مادة معينة من المواد اللي مقرر أدرس السنة الجاية بالصيف فأدرس السي في اس بالصيف أخلص من عنده بالصيف صيف رح يكون عبارة عن ثمان أسابيع فقط للدراسة هاي من وزاعة نظام الموديول أو سور النظام المقررات إنه يطيني فلكسبوليتي إنه الكورس الصيفي من سلبيات نظام المقررات إنه ماكو دور ثاني يعني أنه أنا عندي مادة معينة اللي هي الكارليوفاسكولر سيستم رح أدرسها خلال سمستر مدة المادة سمستر واحد أوكي خلصت هاي المادة امتحنت الامتحان آم ما قدرت أنجح بي فماكو دور ثاني رح أضطر أعيد السي في اس كله يمكن بالسمستر الثاني أعيده يمكن أعيده بالعطلة والكورس الصيفي يمكن أعيده السنة الجاية حسب ولكن لازم أني أعيده كلها أعيد فترة الدراسة كلها أعيدها يلا أقدر أنجح بهذه المادة فماكو عندي دور ثاني هو امتحان واحد محاولة واحدة فقط فشلت بها لازم أعيد المادة كلها أعيد دراستها من جديد هاي من سلبيات نظام المقرارات آآ طبعا أيضا من سلبياته آآ أنه أنا أكو ماكسيمم وأكو مينيمم لعدد الوحدات بالسمستر الواحد مثلا كل سمستر أنه لازم يكون آآ مثلا عدد وحداته خمسة على الأقل والماكسيمم لازم يكون مثلا خمسة عش حسب يعني حسب هذا الشي حسب حسب الجامعين هي تقرر هذا الشي كلية بشكل أدق هي تقرر هذا الشي ولكن أكو ماكسيمم ومينيمم أنا أكو رينج أقدر أتحكم بي أكو يعني رينج أقدر أمشي بي ولكن بالنهاية أنه أنا محدد ما أقدر مثلا أخذ عشرين مادة يعني بالنهاية أنه ويمكن واحد يتساءل أنه أنا أقدر أدرس الطب كل سنة واحدة لا ما تقدر لأنه أكو رينج وما راح يتحكمون بي بهذا المعنى وبنفس الوقت أنه أنت ما تقدر مثلاً تدرس الـطب 20 سنة لأنه أتهم أكون ريج محدد بهذا المعنى فهذه من السلبيات ولكن هي عملياً هي أنا صراحة ما أتبرها سلبيات أتبرها إيجابية لأنه لازم أكون نظام لازم أكون نظام يعني أني حر تماماً لأنه يمكن أخبص أني تماماً فهذا لازم يكون أكون نظام فهذه البعض أعتبرها إيجابية لكنه ذكرتها وأنت أعتبرها بكيفك سلبية إيجابية هذا الشيء يرجع لك بنظام المقررات أكو شيء اسمه Major وأكو شيء اسمه Minor لا الميجر هنا والميجر هنا الميجر والميجر شن هو بالضبط الميجر هو تخصص الطبي مثلا أنه أنا المواد الطبية مثل ما قلنا 10 فأني 10 دروس عندي هذاني Major يعني لازم أدرسهم ذني هن التخصص مالتي يعني حتى أنا لشهادة الطب جي بي جي بي جينيرال فزيشن لازم أكون دارس هذني الأشر مواد ولكن ممكن أكون دارس Minor اللي إن مثلا أريد أني يعني كل شي تعجبني مثلا اللغة العربية أريد أدرس شوي لغة عربية بهذا المعنى أو أنه مثلا أنا يعجبني الرياضيات أريد أدرس رياضيات فذني Minor أنه ممكن أسجل دروس ذني أعتبرا Minor أوكي بهذا المعنى أيضا فكرة الالاكتفز الاكتفز أنت مثلا أنه يحددولك أنت بالسمستر الفلاني أنه لازم تكون ماخذ على الأقل 5 كريدتز Major والاكتفز لازم تكون ماخذ اثنين شون يعني طبعا هي مو 5 كريدتز ألا أعتقد 10 حالي نكون حتى تكون منطقية 10 كريدتز أوكي تكون Major اللي مثلا أخذ السي في اس واخذ الاسبايراتر أو أخذ السي في اس فقط هو 10 أخذ الاسبايراتر فقط هو 10 كريدتز هاي المينيموم أوكي هاي ميجر ميجر يعني التخصص مالتي الماينر اللي هي الالاكتفز لازم أنت تأخذ بهذا السي مستر الاكتفز تو كريدتز مثلا أنه أنا الالاكتفز أخذ مثلا اللغة العربية اللغة العربية راح تكون هي صحة الاكتف أنا بكيف فيها حادث شكتر أخذها أحدد بها نقاط معي هنا هذا لأنه هي الاكتفز ولكن أنه أنا مفروضة علي من الجامعة لازم يكون هذا الاكتف اللي هو اللغة العربية لازم يكون بأحد السي مسترات أنه أنا ما أخذها بهذا المعنى فهاي الأشياء تتعلموها بعدين ولكن الفكرة أنه مثلا أنا الالاكتف أريد أدرس مثلا عن نيوترشن نيوترشن هذا يعتبر ماينر يعني أريد أدرس عن نيوترشن هذا الالاكتف كان تو كريدت فقط ما من حق أخذ مثلا الاكتف تن كريدت ماكسيمم أنه فور كريدت مثلا أو ماكسيمم تو كريدت أو ممكن أخذ مادتين كل مادة هي واحد كريدت أما الكريدت هي شنو فالكريدت هي عبارة عن حساب معين أنه يقول عدد الساعات بالوحدات أنه مثلا كل مادة لها عدد ساعات معينة الكريدت الوحدة ما تعني ساعة تعني عدد معين من الساعات فمثلا الوكوموتر موديول أو الوكوموتر سوري سيستم إلى مثلا 15 وحدة أو 14 وحدة يعني إلى عدد معين من الساعات مضروبة بالوحدات إلى آخر هاي التفاصيل يعني حسابات مو مهم أنه ندخل بيها ولكن هي هاي الفكرة يعني أنه عدد الساعات بالوحدات عدد الساعات الموجودة بالوحدات اللي لازم تدرسها بهذا المادة هاي الفكرة يعني فهاي تعتبر من إيجابيات نظام المقررات أنه أنا ممكن أدرس مايجر مايجر أو مايجر بالنهاية أنا ممكن يكون عندي تخصص ثاني ولكن مو بشكل دقيقة يعني عدي رياليات درس رياليات عدي شهادة بالرياليات يعني درس شوية رياليات فمن أريد مثلا أنه أكتب الشهادة ماتي رح أكتبها بالCV أوكي رح أكتبها بالCV لأنه ما رح تكون مثلا يعني ما رح يكون مثلا يعني ما رح تكون خاصة يعني مو فقط أذكر أنني جنرال فزيشن أنه أني أذكر أنني درس كذا 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 من ضمنهم مثلاً ماينر ماخذ ماينر أو ماخذ إلاكتف نبرياليات بهذا المعنى يعني هاي من مميزات نظام المقررات فبالنهاية حتى نختم نظام المقررات وننتقل للفقرة الخامسة فكرة الآن أنه اللي خذناها نظام المقررات أنه أنا مثلاً الآن طالب سنة أولى راح أجي أداهم أنه راح يكون عندي لازم يكون مرشد لكل شخص لازم يكون مرشد الأدفايزر أدفايزر هذا راح يكون مسؤول عن شنو أنه لازم يراقبك يعني لازم يعرف أنه شنو اللي درست شنو اللي بقى لك من المواد ممكن مثلاً أنت تدرس يعني توصل للسنة خامسة أنت متعرف شبقى لك من المواد فهو لازم يراقبك وممكن يكون إلاكتف بقي لك إلاكتف أنه أنت ما ماخذه لازم يحددوا لك أنه لكلية الطب لازم ياخذ مثلاً 250 كريدت تكون ميجر وماينر تكون مثلاً 50 كريدت أو تكون 20 أو 25 أو 30 من ضمنهن إلاكتفز إلاكتفز أكو إلاكتفز معينة أنت فرضتها الجامعة عليك أنت ما دارسها فممكن يخليك أنه بدلاً تتخرج بخمس سنوات أنت عبالك مخلص كل شيء بس أنت تكتشف فجأة أنه أنت بقي لك إلاكتفز ما ماخذهن فتريد تضطر أنه تفتح لهم سمستك كامل حتى تأخذهن بهذا المعنى فلازم يكون أكو أدفيسر حتى يتلافون هذه المشكلة فالمهوري أنت كطالب سنة أولى أه سجلت أكو الأدفايت فهمك شنو هو النظام فهمك شنو هو فهمك تأنه نبدأ أنه هاي المادة شنو هاي المادة شنو هاي المادة شنو شنو المتاح لك انتك Kakos أصبح تأخذها يا مادة لازم تكون قبل المادة يعني انت ميسع مثلاً تأخذ الفيزيولوجي قبل لا تأخذ الميديكا الفيزيكس بعدين يلا الفيزيولوجي مثلا Medical Physics, Acumenical Physics 1, Acumenical Physics 2 يعني كل واحدة مقرر دراسي اكيد لازم تاخذ الوان قبل التومي فأتاخذ التو طبعا اخذ الوان فبهذه الطريقة هاي الفكرة فانت يعني اخذت هاي المواد تسجلتهم بعدين هاي اول مرة لازم يكون اكل ادفايسر موجود حتى تتقدر السجل بعدين انه تقدر انت اونلاين ينفتح التسجيل لمدة 20 يوم مثلا انا يكون عندي فكرة عن المواد ويكون خلاص انا oriented فهمت انه عني شنو اللي لازم ادرسه فاصر انه عني اسجل المواد الدراسية مالتي ام سجلت بهذا السنة او بهذا السمستر انه اريد ادرس كذا اوكي كذا مادة هذا حددتاني وسويت لسابنت يعني بالووب سايت يعني بالموقع وخلاص انه انفهم فهمت الجامعة انه عني مسجل هذه المواد هاي الفكرة اروح ادرسهم مثلا نجحت بهم كلهم او بقت مادة ما نجحت بها او مادتين او من السمستر الاول مادة ما ناجح بيها من السمستر الثاني ايضا مادة ما ناجح بيها حتى انجح بيها بالكورس الصيفي راح ادخل بيهن اوكي ادخل بيهن كورس جديد اسجلهم من جديد اسجلهم من جديد و اكملهم بنهاية يكون امتحان مينفع انه دور ثاني قلنا دور ثاني ما موجود هاي حياتك راح تكون كطالب طب بجامعة على حسب نظام المغررات راح يتيح لك بان انه انت تدرس اختصاص ثاني مثل الرياضيات ما راح تدرسه ما راح تاخذ الشهادة بس بالرياضيات قريص راح يكتب بـ C.V.MOTIC ان انت دارس رياضيات راح يكتب بـ C.V.MOTIC انو انت دارس أـ Nutrition دارس هي كذا دارس كذا دارس كذا الشهادة اللي انا ااخذها ما مثل الشهادة اللي انت تاخذها لانو اني عندي هوا بمادة معينة انت عندك هوا بمادة مختلفة ما راح يحدد vida في الـ C.V.MOTIC راح يكون مختلف في الان اكيد لدينا شهادة الطب بس كل واحد دارس مواد مختلفة أوكي بهذا المعنى ولكن أكيد المااجر ثاني لازم نأخذ نفس المااجر ثاني لازم نأخذ نفس المواد الطبية أكو مواد أساسية ثاني لازم نأخذها بس أكو مواد ثانوية أنا عني يمكن أن أخذها أنت ما تأخذها وأنت تأخذها أدي ما أخذها فحسب بهذا المعنى هذا كان كل شيء عن نظام المقاررات الفقرة الخامسة هي بالنسبة لي أحلى فقرة صراحة راح أتحدث بها كمثال عن جامعة طبقت نظام الموديول وطبقت نظام المقررات بنفس الوقت اللي هي جامعة بيروت اللي درست بها السنة سبتاش تونتاش فكرة الجامعة بيروت شنو صراحة ما أعرف أنه إذا كانت هذه مطبقة بغير جامعة ولا بس بجامعة بيروت ما بحث بالموضوع لكن اللي يهمني أنه أني أنقل الفكرة فقط نظام جامعة بيروت كان هو موديول ومقررات بنفس الوقت شوان يعني كنا المواد نسجلها أونلاين أنا أكو مواد بالسمستر الثاني صراحة أنا تدرست سنة واحدة بجامعة بيروت سجلت هاي المواد وأني هنا أنا موجود بها الغرفة سجلت حط أنا مثلا وقت معين أنه من الساعة كذا الساعة كذا راح ينفتح التسجيل على السمستر الثاني فسجلوا المواد اللي تريدوهن سجلت أنا اللوكو موتور سجلت الهيموتولوجي كان ممكن أن تسجل فقط اللوكو موتور وأترك الهيموتولوجي حساب بس أنا يعني هما يعني مطيني شوري ينقول إرشاد أنه من المحبب أنه تسجل دني المادتين بهذا السمستر يعني يطونه شي شيء فالمهم أنه سجلت سجلت اللوكو موتور سجلت الهيموتولوجي والإلاكتفز لازم أخذ تو كريدت إلاكتفز فأخذت أنه الإلاكتف وقدتها أخذت على ما أعتقد اللغة العربية بالسمستر الثاني أخذتها ما كنت مأخذها بالسمستر الأول تركتها فأخذت اللغة العربية كإلاكتف بهذا المعنى هذا نظام نظام جامعة بيروت فهو نظام مقرارات بالنهاية مثل اللي شرحناه قبل أكو طبعا كنقطة معينة أنه الجامعات أوكي هو صح نظام المقرارات بس أكو جامعات أنه البنى التحتية ما لا تهمت كيف فيه أنه عدد الأساتذة مثلا من كيف فيه أو أو مثلا إحنا بجامعة بيروت ما كان عندنا أكثر من دكتور يعني يدرس نفس المادة لهو دكتور واحد فقط يكون مسؤول عن موديول معين شون نظام جامعة بيروت نطبق موديول وطبق مقرارات جوهر نظام الموديول هو الانتغريشن مثل ما قلنا فجامعة بيروت أنه تريد تحقق الانتغريشن فتجي أنه عندي اللوكموتور موديول اسمه موديول اللوكموتور موديول والهيمقاتمو сдел موديول الوكوموتور موديول عبارة عن شنو عبارة عن أبرلم ikal historical أيضا عبارة عن الميتابوليزم ولي الجسم كل أعبار إخوارك بإخوار اللوكموتور موديول لي boobs كيف بإخوارك vi مش بإخوارك العضلات بالفيزيولوجي العضلات شون تشتغل نيرفيس سيستم الانيرفيشن ما للعضلة السيمباثاتيك والبراسيمباثاتيك انيرفيشن هذا كلها رح ناخذه ورح ناخذ ايضا انه الهستولوجي ما للبون الكارتلوج الى اخره رح ناخذ ايضا يعني لهذا السبب لي انه احنا فهمنا يعني بهذا وقته يعني انه فهمنا شون تشتغل العضلة والاولة تستهلك طاقة فرح ناخذ الميتابولوزم ميتابولوزم مال الجسم كله مو فقط مال العضلات ولكن هو اكيد يعني العضلات هي مع اورغان حال بقية الاورغان فلازم يكون ميتابولوزم مالاتها نفسه هاي الفكرة بعد انه شنو ادنا مثلا اخذنا ابيديوميولوجي 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 ما لا علاقة يعني ما لا علاقة بالليكوموتور سيستم بس انه هما قرروا انه بهذا المكان يكون ابيديوميولوجي اخذنا ايضا انه باثولوجي اخذنا النيوبليجيا النيوبليجياстنا اللي هي الكنسر ولكده ف生ذنا الكنسر مع للعضام مع العضلة مع nova مع الكارتولوجي اخذنا انواع من الكنسرز اخذنا فارمكووجي انه الانستيجيالي نطيها مثلا انواع الانستيجيا الأدوية الخاصة بالsympathetic والparasympathetic nervous system هذا كله كالفرميكولوجي أخذنا أيضا إمبريولوجي إنه الإمبريولوجي ما للأبرلم والإمبريولوجي ما للأورلم هذا يعني هاي الفكرة يعني فهذه الأمور هذا كله جمعوا سووا اللوكوموتر موديول اللوكوموتر موديول اعتبروا مادة فعمليا أنه أنا اعتبر الآن طبعا لحد الآن ملفي يعني ما غلقته بجامعة بيروت بقيتها يعني حد الآن أنه ملفي مفتوح يعني لو أريد السنة الجاية أروح أكمل بجامعة بيروت فما في موجود رح يعتبروني سنة ثانية بكل الأحوال عموما أنه أنا الآن بجامعة بيروت شنو اللي دارسه دارس اللوكوموتر موديول أو مبدئيا هو دارس Life Cycle موديول دارس Health and Disease موديول ودارس كالاكتف بالسمنستر الأول دارس Human Rights اللي هي الحقوق بالسمنستر الثاني دارس اللوكوموتر موديول هذا كله اللي ذكرت قبل شفية هو لوكوموتر موديول فكاج من المعلومات سموه موديول مثل CVS أنه احنا ندرس الأناتومي الفيزيولوجي بل كذا هو نفس الشيء لكن سموه لوكوموتر موديول أو دارس الهيموتولوجي موديول الهيموتولوجي أنه هو الدم اللي يعني الدم أوك الهيموتولوجي علم الدم مع تقديش اسمه بالعربي أنه درسنا الدم بالأول هو شنو كهستولوجي لأنه دم بأناتومي بهستولوجي درسنا بعدين أنه عنا تفاصيل كثيرة منها أنه شون يصير الكواغوليشن شون يصير يعني درسنا أيضا للأنتي اللي هنا فرماكولوجي يعني درسنا أكيد باثولوجي عنا الأنيميا ولكذا لن يقول هن فهذا هو الهيموتولوجي أكيد أيضا إلاكتف زازم تو كردت إلاكتف فأخذت أنه بدني تو كردت أخذت لغة عربية وأخذتها تقدمات دوائدها ما أعرف صراحة لكن عنا ما تقدمات ثلاث مواد فقط نسيت يعني فدني أنا هسا المسجل بجامعة بيروت دني اللي يدارس هاي فكرة جامعة بيروت أنه طبقت نظام الموديول جوهر نظام الموديول مثل ما قلنا والنظام المقررات أنه ما رح يهم أنت شنو اللي قاعد تدرس نظام المقررات اللي يهم أنه يرتب لك هاي الأمور بالصيغة يعني جوهر نظام المقررات أنه يتيح لك أنه يسمح لك تدرس رياضيات مع أنه أنت قاعد تدرس طب أي يسمح لك أنه مثلا أنه تحدد أنت كم سنة تريد طبعا بجامعة بيروت كان الميليمم ست سنوات المكسيمم حسب أنت يعني كان أنا ممكن مثلا بسنة أولى طبعا بسنة أولى ما كان يسمحوا لي أنه أخذ أكثر من ذني اللي أخذتهم ذني هن المكسيمم اللي كان ممكن أخذهن ليش لأنه عدنا إحنا اللوكوموتور موديول يبلش من الساعة ثمانية يوميا يعني من الساعة ثمانية للساعة ثنتين ونص ما أقدر أخذ مادة بعد ثانية هو كل اللوكوموتور موديول يعتبره مادة وحدة فلو كان مثلا غير أنه عندي ما أطبق موديول أطبق مقررات عندك فيزيولوجي وعندك بايو كامستري وعندك فاثولوجي مثلا مثلا أنه ذني أنت رح تأخذهن خلال هذا السمستر فأصير أنا عدي من الساعة ثمانية للساعة مثلا 12 هذا كل فيزيولوجي ومن الساعة 12 للساعة ثنتين هذا فاثولوجي اليوم الثاني عندي من الساعة للاثناش مثلا أنه هستولوجي والباقي غير مادة فبهذا المعنى رح يتيح فلاكسبولتي أكثر لكن جمعة بيروت كان هذا الشيء ما موجود لأنه قلنا أنه نظام الموديول أو سوري اللوكوموتور موديول قاعد يأخذ من البداية إلى فما كما كان لمادة معينة ولكن كان الالكتف شوكت ناخذه الالكتف اللي هو اللغة العربية كانت كان أنا الدرس ماتي اللي مسجلة الساعة من الأربعة للستة من الأربعة للستة بعد أنه سجلت وقتها أيضا كانت من الثلاثة من الأربعة لل من الأربعة للخمسة أو من الثلاثة للأربعة ما متأكد بالضبط أعتقد من الأربعة فهي تشي أنه صار ناخذ بعض الدوام ما يصر ناخذ ذوي الدوام لأنه نحن ويد الدوام ما أخذ مثلا الوكوماتور موديو وقتها أو life cycle أو أنه مادة طبية تكون من 8 إلى 2 ونص فما رح نقدر ناخذ مادة ثانية فبهذا المعنى فأنه يفقد مميزات ويكسب مميزات حسب أنه الجامعة تريد تطبق حسب نظام الجامعة نفسها فبالنهاية أنه أكو تغاير من جامعة إلى أخرى فبما يخص جامعة بيروت أنه طبقت نظام المقاررات بنفس الوقت جوهر النظام المقاررات حافظت عليه دمجت صراحة كل شيء وكان النظام كل شيء مريح يعني بس أيضا مثل ما قلت أنه لو ما كنت نجحت بي كان مفروض أعيد بالكورس الصيفي يلا أقدر أمتح بي ثاني مرة فأي شيء يعني هاي من الأشياء السلبية بنظام المقاررات هذا كان كل شيء أتمنى أنه تكون هذه الخمس فقرات لظيفة أوكي اتكلمت كثيرا ولكن أنا ذكرت خمس فقرات ما كانت بالحي أنه ذكرهم بمثلا خمس دقائق أو عشر دقائق مثل ما بعض الطلاب يردون يردون فيديو أتحدث بكل هاي المعلومات بعشر دقائق لا أنا أنا أحب أفضل يعني أنه من قبل يفهمني على أنه يكون الوقت قليل فأنا أنا ما عندي تسابق مع الزمن بهذا الفيديو الكاميرا مشتغلة والمايك يشتغل ترجمة نانسي قنقر